دعم نقدي، أولاً إحنا فيه بالإضافة لـ 2.4 مليون أسرة إحنا 2.3 ومنتظر في شهر 6 نوصل لـ 2.4 أو 2.5 مليون أسرة بما يعادل من 10 إلى 11 مليون مواطن في مليون و 600 ألف أسرة تانين برضو بيوتاح لهم دعم من خلال برامج الضمان الاجتماعي فإذاً بنوصل تقريباً لـ 4 مليون أسرة بالإضافة إلى حوالي ما يقرب من مليون أسرة بتدعمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبرضو قواعد بياناتنا دلوقتي بنضم قواعد بيانات الجمعات الأهلية الضمان الاجتماعي، تكافل وقرامة فيه منظومة واحدة لقواعد البيانات يعني ما يقرب من 5 مليون أسرة نظرياً وإحصائياً هي دول أفخر الفقراء أو ممكن ما يزيد قليلاً هما دول الأسر الأفخر اللي موجودين في المجتمع المصري بالإضافة ممكن أكون أنا فقير عشان عندي ما عنديش دعم نقدي وما عنديش مقومات أخرج من دايرة الفقر وممكن أكون فقير عشان أنا ما بشتغلش فالحقيقة إحنا ما بنشجعش ندي دعم نقدي للأسر اللي فقط ما بتشتغلش أو إن حد يقولي أصلاً مش موظف حكومة فأنا أستحق هذا الدعم أو إن يقول أصلاً أنا أرزقي ما هو أنا طالما عندي قدرة على الكسر العمل آه فضل اشتغل موسيقى